ايه بقى اهمية او ايه عظمة النهاردة تشكى النهاردة دايما لازم يبقى في عندك قاعدة كده مش بقولك انا بفرضها عليك بس برضو هو ده الواقع تعرف لما بتيجي حضرتك تقول انا لقيت حطة ارض فضية وقررت اعمل فيها مبنى حلو جميل هل المسألة صعبة لا ما هيش صعبة عارف الصعوبة فين لما تبقى الارضة عليها مبنى وعليك انك تحول هذا المبنى اللي ما كانش جيد ما كانش جيد مش هقولك وحش ما كانش جيد ما بيقديش الغرض منه ما بيحققش المستهدف بتاعه ما بيكملش الحلم اللي في بالك دي مسألة صعبة جدا عشان تعيد هيكلة هذا المبنى وتعيد بنقه من اول وجديد وتشوفها تهدم ايه وتبني ايه وتصلح ايه وتعدل ايه المسألة صعبة جدا دي كانت صعوبة تشكة تشكة اللي بدأت سنة سبعة وتسعين ممتلقة بالصعوبات والتحديات التحديات دي النهاردة اتكسرت فبقى في عندي مشروع اسمه تشكة ايه هو المشروع بقى تعالوا نحكي وانا استرجع مع بعض ايه هو مشروع تشكة اللي تم تدشينه سنة الف وتسعمائة سبعة وتسعين وتحديدا يوم تسعة يناير تعال نحكي الحدودة كان فيه هدف ان احنا نستصلح ونستزرح حوالي خمسمائة واربعين الف فدان حول منخفض معروف في المنطقة اسمه منخفض تشكة او تشكي ماشي ده من خلال تخصيص هذه الاراضي لمستثمرين وشركات تابعة للدولة المشروع النهاردة بتاعنا في اطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من خمسة في المية لخمسة وعشرين في المية من مساحة مصر مصر كانت عايشة على الخمسة في المية انا النهاردة عندي مشروع كبير تشكة جزء منه الفرفرة جزء منه دلتة الجديدة جزء منه سينة جزء منه وهلوم مجرة فانا لما اوسع من الخمسة في المية دول وخليهم خمس اضعفها ايه اللي يحصل في عندنا حاجة اسمها التوزيع الديموجرافي يعني ايه التوزيع الديموجرافي يعني الكتلة السكانية متوزع على قد من الارض فانا كان عندي الكتلة السكانية متوزع على الشريط الضيق الخمسة في المية طب الكتلة السكانية دي هوسعها على خمس اضعف هذا الشريط الضيق فانت عملت ايه عملت إعادة توزيع ديموجرافي في البلد طيب ده معنى إيه معنى فرص أكبر فرص أكبر للعمل وللتعليم وللمعيشة بكل ما تحمله كلمة معيشة من معنى في إطار الحياة الكريمة بالمناسبة ما تنسوش الكلمة دي طيب لما يبقى في عندي فرصة أكبر للعمل ويبقى في عندي عمل يدر علي أرباح أكبر يبقى أنا عملت إيه إعادة توزيع مرة تانية للخريطة الاقتصادية المصرية بطبيعة الحال زي ما كنت بقول لكم طالما بنعمل إعادة توزيع ديموجرافي يبقى أنا بعمل تاني إيه إعادة تخطيط للوضع الاجتماعي المصري طبقات لم يكن لها من الحظ أي شيء والله هذه الطبقات هيبقى لها من الحظ كل شيء كل شيء في إطار حياة كريمة كل شيء في إطار الخطة الكبيرة اللي بتعملها مصر علشان يبقى فيه عندنا أربعة ونص مليون فدان جداد خطة كبيرة توزع المصريين بدل خمسة في المية يبقوا على خمسة وعشرين في المية يعمروا هذه الأرض تعال نشوف سنة 2017 إيه اللي حصل زمان قالوا إحنا جماعة عايزين من 97 ل17 إنه نكون خلصنا مشروع تشكة مشروع تشكة واحد من المشروعات اللي كانت ترسم مستقبل جيد ومبهر للاستثمار الزراعي في مصر الخير والنماء على الرأي أهالينا أجدادنا المصريين القدماء بنضيف مساحات زراعية جديدة آه تمام شغالين تشكة أو غيرها زي ما كنت بقول فتصبح الأراضي الزراعية اللي موجودة عندنا في مصر جاهزة للاستغلال الأمثل بالمناسبة هو حضرتك لما تيجي تسأل على طبيعة المشروعات الزراعية اللي في مصر مش هتلاقي مجلس روع زراعي معهوش معهوش استحالة تلاقي ما فيش فيه المجتمع السكاني بتاعه يعني البيوت استحالة ما تلاقيش فيه مدرسه استحالة ما تلاقيش فيه مدرسه الفنية ومعهده استحالة ما تلاقيش قريب من أماكن الجامعات استحالة ما تلاقيش فيه خدمات استحالة ما تلاقيش فيه بنية أساسية الأراضي اللي هيحصل عليها الناس لأجل أن يستثمروا زراعيا أو في الصناعات المرتبطة بالزراعة هم رايحين علشان يشتغلوا ويكسبوا مش يشتغلوا ويسددوا فوائد مش يشتغلوا وتتركم عليهم الديون لا المشروعات اللي بتجرى دي هي اللي بجد بتحقق طموحات الشباب زي ما كنت بقول في توفير فرص العمل الحقيقية ليهم خصوصا أنها بتتعامل زي ما بقولكو إيه أنا بعمل المشروع المتكامل خلق المجتمع بكل أركانه كله مجتمع عمراني وصناعي وزراعي تعليم خدمات طرق إلى آخره البنية القومية لهذا المشروع تحديدا اللي بنتكلم عنه بتوشكة 350 فدان ده اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي زراعة غير ما يحيط بيها فخامة الرئيس قول اهتمام حقيقي حقيقي حط تحتها عشرة تلاف خط يبقوا كتير حط تحتها ميت مليون خط زي ميت مليون صح عكده اهتمام حقيقي بميت مليون خط بميت مليون مواطن علشان تبقى حياة حقيقية فتعادل حياة تتدفق دماء الحياة مرة تانية لهذا المشروع زي ما كنت بقولك هذا المشروع هو ضمن برنامج ضخم جدا برنامج الرئاسي لزراعة الاربعة ونصف مليون فدان مشروع اللي بيحصل النهاردة ده مهم يمكن حالكم شايفين لقطات من اللي بتجرى او اللي كانت بتجرى في توشكة طبعا من الصبح فسائل النخيل وهي تزرع في الارض الكل بيشارك خلونا نبص طول الوقت على المستقبل بعد إذن حضراتكم وخلونا نعود نفكر طول الوقت بالمنظور وبالمنطق الإيجابي ترجمة نانسي قنقر